عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مطجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري عن بريدة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله رواه البخاري